لكل باحث عن رقة القلب هذه نصيحة من قلب مشفق لكل من يسمع لي أو لغيره ولكل من يقرأ لنا أو لغيره لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن كل حياة لقلبك لو سمعت مئات المحاضرات والله الذي لا إله إلا هو لا تعدل آية واحدة من كتاب الله الله يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك ذو مغفرة وذو عقاب أليم المؤمن لا يريد شيء أعظم من ردوان الله وردوان الله لا ينال بشيء أعظم من حب كنام رب العالمين جل جلال ومن أعظم ما أذنى الله به على أوليائه والصالحين من خلقه أنهم تتصبون بثلاث صفات رزقنا الله وإياكم إياها بإخلاص إذا تريت عليهم آيات الله وجهوا قلب واقشعرال الجلد وظروف العلم قال الله موسى وحارون وإبراهيم وإدريس وإسماعيل ومريم وابنها بصورة مريم وذكرهم بصفات متفرقة ثم جاجمة قالوا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذرية آذف ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا والأشياء بالتعود وأعظم ما ينصح به الإنسان ليحيى قلبه أن يقوم بين يدي الله في الليل ثم يأتي ثم يأتي لآيات أثنى الله فيها على ذاته العليا ولا يوجد كلام أجمل وأعظم تأثيرا من ثناء الله على نفسه وإخبار الله عن ذاته بما أنه لا أحد أعظم من الله فلا كلام أعظم من كلام الله وبما أنه لا أحد أعظم من الله فلا أحد أعلم بالله من الله هذه الأمور القواعد احببها جيدا لا أحد أعظم من الله ولا كلام أعظم من كلام الله ولا أحد أعلم بالله من الله فإذا جئت تقف بين يديه اختر آيات في أول تعودك على قيام الليل أثنى الله بها على ذاته العلي ثم رددها كثيرا وأنت تصلي حتى تستميل قلبك وتدري في عينك تدريجيا ثم مع الأيام يصبح قلبك لا يسكن بشيء أعظم من ذكر الله من استأنس بالله استوحش من خلقه الله يقول عن ذاته العلي ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قضعناه إلينا قضعا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليلة لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا هذه أشياء محسوسة تراها وعند قبل أن تنام فإذا ربطتها بخالقها عظم ليقيل في خلبك وهو جعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته وعنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كبيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوة ويقول جل وعلا خواتيم الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السماء المؤمن المحيم أعزيز الجبار المتكب سبحان الله ما يشركون هو الله الخاضق البارد المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما بالسموات وما في الأرض وهو العزيز الحاكم أين شعر الشعراء؟ أين كلام البلغاء؟ أين أسفل فصحة؟ هذا كلام رب العزة في رب العزة جل وجل هذا هو قوت القلوب الحقيقي الذي يعيش به المؤمن ويتعود أن لا يشرب إلا منه ولا ينهل إلا من معينه هذا الذي يسوق إلى رضوان الجنات ويوفق به المؤمن للطاعات ويقات فيه إلى أعلى المنازل اللهم أنت الله لا إله عادم الغيب والشهادة مظهر كل أحد إليك ورزء كل أحد إليك أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن ترزقنا لإخلاص فيما نقول ونسمع وصل اللهم على محمد وعلى آل تصليح كل أحد معينه تصليح كل أحد إليك الحسنى ترجمة نانسي قنقر